شارك الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتل الجيش الثاني الميداني وعددا من طلبة كلية الضباط الاحتياط ومعهد ضباط الصف المعلمين شاركهم تناول وجبة الافطار في ثاني ايام شهر رمضان المبارك والذي يأتي في اطار لقاءاته المستمرة مع رجال القوات المسلحة والوقوف على الحالة المعنوية والقتالية للمقاتلين ونقل القائد العام تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة لرجال الجيش الثاني الميداني وتقديره لما يبذلونه من جهود وتضحيات للحفاظ على الامن والاصرار على اقتلاع جذور الارهاب وهنأ القائد العام رجال القوات المسلحة بحلول شهر رمضان المبارك واشهد بالجهود المبذولة من ابطال القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل للقضاء على البؤر الارهابية وتكفي في منابع الارهاب بشمال سيناء مشيرا الى النجاح الذي حققته قوات انفاذ القانون خلال مراحل عملية حق الشهيد وقد قام القائد العام بتكريم المتميزين من رجال الجيش الثاني الميداني وطلبت كلية ضباط الاحتياط ومعهد ضباط الصف المعلمين تقديرا لتفوقهم وتفانيهم في الحفاظ على اعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي واداء المهام والواجبات المكلفين بها على اكمل وجه حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة